بنبدأ نشرتنا الرياضية مع المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اللي اختتم استهداداته لمواجهة ملاوي في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم المقرر إقامتها في كودوفور محمود عبد المنام كهرباء جناح النادي الأهلي تم اختياره كأفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي وعلق الحساب الرسمي للدوري أبطال أفريقيا على موقع تويتر وقال إن أداء متميز انتهى بهاتريك مصحوبا بالأهداف اللي سجلها في مباراة القطن الكاميروني الأخيرة منتخب غانا حقق الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة اللي قيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 حقق منتخب إنجلترا الفوز على المنتخب الإيطالي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم من بارح في مدينة نابلي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 20-24 كمان منتخب البرتغال فاز على منتخب إشتنشتاين بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة اللي تلعبت ضمن منافسات المجموعة العشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 20-24 خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة وعبد السمد